بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم في هذا البث المباشر بإذن الله سبحانه وتعالى عن تلك التخريف وعن تلك التحريفات وبعض الكهنات التي تظهر في المجتمع وللأسف الشديد الكثير والكثير من الناس لا يعرفون لها تفسير لقد رأيت منذ أيام مقطع لأحدى المعالجات معالجة تعالج تعالج أمراض العين باللحس حيث تدخل لسانها في عين المريض إذا كان مصاب بألم أو بشيء ما فتخرج من عينه قطعة حطب أو تخرج قطعة زجاج أو تخرج بعض القطعة الصغيرة من الحجر فيشفى المريض ويقول بأنه قد أصيب بهذه الألام مدة سنوات وسنوات وذهب إلى الكثير والكثير من الأطباء ولم يجد له علاج ولا تفسير ولا حلا سبحان الله يعني ذهب إلى الأطباء وفعلوا له الأشعة وفعلوا له الأشعة وتلك الأشعة التي فعلوها له لم تظهر لا قطعة زجاج ولا قطعة حجر ولا قطعة خشب ولا ريشة ولا أي شيء يعني المنظار بالأشعة لا يرى شيئا وهو منظار دقيق جدا يرى ممكن الشعرة أما هذه الخشبة أو الزجاجة أو الحجرة التي تخرج من عين هذا المريض كبيرا يرىها الناس بالعين المجردة لكن الأشعة لم تظهر لها ما معنى ذلك هل هذه الأشعة اختفت عنها هذه الأشياء التي تخرجها هذه المرأة بلسانها عندما تلحس عين هذا المريض يعني عندما تضع لسانها على عين هذا المريض وتستعمل اللحس وتخرج الحجرة أو تخرج الزجاجة أو تخرج قطعة خشب هذه لم يظهر أمرها بالأشعة وأخرجها ذلك اللسان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي الحقيقة تكلمنا عن هذه المسائل ورددنا عن ذلك الشخص الذي يسير من يده العسل الحر هكذا يعلق يده في الهواء فيبدأ العسل يقطر وتكلمنا عن تلك المرأة التي عالجناها وكان يسير من أذنها الدم بقوة وتلك المرأة التي كان يخرج الدم من عينيها بقوة وفصلنا الأمر قلنا هذه الأمور الغريبة الغير معقولة لها حالتان إما أنها ليست موجودة أصلا في أرض الواقع بل هي موجودة في المخيلة فقط يعني يرىها الإنسان في مخيلته لو ذهب يبحث عنها أو يقوم بلمسها فلا يجدها قلنا هذا نستطيع إثباته بآلة تصوير نأتي بآلة تصوير ونصور تلك الأشياء التي خرجت من عين أو أذن أو من يد ذلك الرجل فإذا ظهرت في الصورة هذه في الحقيقة ليست في المخيلة فقط بل هي حقيقة موجودة في أرض الواقع فإذا أثبتنا الأمر وتأكدنا بأنها موجودة في أرض الواقع ننتقل إلى حالة أخرى ألا وهي كيف تأتي هذه الأمور يعني كيف قطعة زجاج كبيرة جدا ممكن لا تسعها العين أو قطعة خشب لا تسعها العين أو مجموعة من الفتات أو الأحجار لا تسعها العين فتخرج عن طريق لسان تلك المرأة وتضعها في الطاولة أو تضعها في مكان حتى يراها الجميع هذا غير معقول يعني غير معقول لا يقبله لا شرع ولا عقل ولا نقل ولا عرف ولا أي شيء عقل البسيط المتخلف لا يقبله بل حتى الحيوى لا يقبله يعني غير معقول فإذا من أين تأتي هذه الأمور بكل بساطة ذكرت لكم حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سابقا قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإن وجد فيه شيء فلا يلومن أهله فإن الشيطان وضعه قد يجد شيء الإنسان في فراشه بعدما يعده الأهل للنوم يجد فيه شيء فإذا وجد ذلك الشيء أرشده النفس صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يعنف أهله لماذا؟ لأن الشيطان وضعه يعني الشيطان يستطيع وضع الأشياء في الحقيقة هكذا أمام الناس وأيضا قلت وذكرت لكم تلك الأشياء التي تخرج من بطني المسحور عندما يبدأ بالتقيع بعدما يقرأ القرآن ويأتي بالأذكار والأدعية أو يستعمل العسل وزيت الزيتون وهذه الأمور ويقع له الاستفراغ يتقيع يتقيع أمور لا تدخل في البال ولا تدخل في العقل وإذا ذهب الإنسان وفعل لها أشعة عند الطبيب لا يجد لها أثر في الأشعة قد يخرج مسامير يخرج خنافيس يخرج دود يخرج شعر يخرج موس يخرج أمور التي لا تدخل في العقل ولا تدخل في البال فهذه الأشياء من أين جاءت؟ أكيد جاء بها الشيطان وأدخلها الشيطان ووضعها الشيطان الجني وأيضا هذه الأمور عندما المرأة تستعمل لسانها وتلحس تلك العين الشيطان اللعين يضع هذه الأمور على لسان تلك المرأة في يخرج اللسان وقد وضعت فوقه أو عليه تلك الأمور فتضعها في الطاولة هذا هو الشي ولا غيره هذا هو الشي ولا غيره يعني الشيطان هو من يضع هذه الأمور على لسان تلك المرأة والمرأة تضعه في الطاولة يعني تلك الأمور أصلا ليست موجودة بداخل العين لماذا؟ لأن تلك الأشياء كبيرة كيف تجد زجاجة داخل العين ولم يراها الطبيب بالأشعة تجد قطعة قصب تجد ريشة تجد تراب تجد حجر وهذه الأشياء لا يراها سبحان الله الطبيب عن طريق الأشعة الدقيقة جدا التي ترى ممكن الشعر وتأتي عجوز فتدخل لسانها فتخرج تلك الأشياء من عين ذلك المريض فهذه الأشياء في الحقيقة يضعها الشيطان اللعين على لسان تلك المريضة والقارين بدوره الذي مع ذلك الإنسان يقوم بعمله حيث عن طريق يتوقف ألم العين أو عن طريق اعتقاد المريض بحد ذاته المريض إذا اعتقد بأن تلك المرأة إذا وضعت لسانها في عينه يشفى يعني يشفى إذا كان يعتقد المريض بأن تلك العجوز إذا وضعت لسانها في عينه يحدث له الشفى يشفى من الذي أشفاه ومن الذي شفاه هو اعتقاده الباطل اعتقاده الغير الصحيح لو اعتقد مثلا أنه يضع يده ويأتي بالذكر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم يعود بعزيتك وغضرتك من شاء ما أجده وحاذر أو يضع يده على عينه ويقرأ الفاتحة أو المعاودتين ويكون له اعتقاد جازم متين بأنه إذا قرأ على عينه أو وضع يده ثم قرأ أو نفث في يده ثم مسح على عينه بأنه يشفى إذا كان اعتقاده جزم في هذه النقطة والله وبالله وتالله بإذن الله سبحانه وتعالى يشفى ويزله الألم لأن هناك أثر وحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سحة مسلم أن الإنسان إذا أصابه في جسده ألم يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله اللهم يعده بقدرتك وعزيتك مشاريع ما يجده حاذر سبع مرات فيذهب الألم هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا فعل عثمان ابن عمر ابن العاص لما أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الذكر ففعله فذهب عنه الألم ولم يشعر به مرة أخرى فاعتقاد المريض أيضا له دور في هذه الأمور فإذا اعتقد بأن هذه المرأة إذا فعلت ذلك الفعل سيزال الألم ويتوقف تأكد بأنه يتوقف ويزال ويعاقب هذا الإنسان على اعتقاده الفاسد على اعتقاده المشين لماذا؟ لأنه من المفرض أن يعتقد الشفاء في كلام ربي العالمين وليس في هذه البدع والخرافات والخزعبلات والضللات إذن تلك الأمور التي تخرج عن طريق لسان تلك المرأة ما هي إلا أمور يأتي بها الشيطان ويضعها على لسان تلك المرأة وغير موجودة في العين لأنها أصلا أحجام كبيرة لا تستوعبها العين أما الألم إذا زال كما قلت لكم يكون الدور فيه للقارين قارين ذلك المريض ويكون فيه الدور أيضا لاعتقاد المريض الفاسد ولا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته